لماذا كانت هذه المذاكرة في التوحيد حق الله العبيد لا قبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد لا تدخل الجنة لموحد استقرار الأمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات تكثير السيئات دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشرب ثم لو يسألك سائل تقل لا لو يسألك سائل يقول هل أنت موحد تقول نعم مسلم تقول نعم يقول ما هذا التوحيد تقول لا أدري ما هو الإسلام يقول لا أدري ما معنى شهادة أن لا إلا الله يقول والله لا أدري أو يقول معناها كذا وكذا وكذا مما يذكر أهل البدع وأهل الحلول والاتحاد وكذا ثم لو يسألك سائل يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك طيب ما ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك تقول لا أدري لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات وأهم العلوم هو علم التوحيد